عليكم السلام احباتي اهلا وسهلا بكم في برنامجكم خفاية تاريخ الدراميه انا هتذكر فيلم كنت شفته كان اسمه كلمة شرف كان بطولة فريد شوقي و احمد مظهر و رشدي ابازة عن واحد صاحب حيثية وكان مسجون وبين امراته كانت بتموت كانت في الفيلم اظن كانت هندرستو وبعدين ادى كلمة شرف لمدير السجن ان هو بس يطلع يشوفها ويرجع فالراجل ادى له صدق كلمة الشرف و ادى له يعني طلعه وبين تصارب بقى في الوقت ده ان جه بقى الرئيس الكبير يفتش عالسجن فصاحبنا وقع في حيصة بيس زي ما بيقولوا وبين راح الرئيس الكبير في الداخلية راح مخصوص يشوف الجدع ده فلقيوه في الزنزانة يعني معنى كده ان هو رجع قبل المعاد ده كان فيلم كلمة شرف كان فيلم حلوار المهم الغريب ايه بقى ما عرفش اذا كانوا شافوا القصة دي ام لا لان دي قصة حدثت في عصر الوالي الامير احمد ابن طولون احمد ابن طولون يعني اقام الدولة الطولونية حكم بها مصر واجزاء كثيرة من الشام وكان مستبدا يعني هو اقرب الى ان يكون ما يسمى بالمستبد العادل وكان له جهاز يعني في الجاسوسية يعني جهاز فضيع ممكن جهاز نتعرض له في حلقة قادمة المهم لان هو عنده يعني نوع من انواع العدل والسجون بتاعته مليئة بقى بالجماعة القصوم السياسيين وغير السياسيين فهو كان مكلف واحد اسمه موسى ابن مصلح اللي هو معروف بابي مصلح وكان يثغ فيه احمد طولون قال له خلي بالك من السجن لما اتلاقي واحد يعني تشوف شكله كده انه بريء فكلمني في شأنه فاننا طبعا انا اضطر الاستعمال الشدة مع الجميع وبالتالي قد يكون هناك يعني ناس ابرياء اتخذوا في الزحمة فانت خلي بالك لما تلاقي واحد يبدو عليه انه بريء وبكلمني اشوف الوضع بتاعه لان هو احمد ابن طولون كان بقى بيؤمن بالوقاية خيره من العلاج يعني لما شوف اي حد يشكه فيه مش بس كان يعتقله كان بيهد بيته فبالتالي كان له ضحايا كثيرين لكن هو كان فيه حتة عدل كده صغيرة وده اللي كان باين فيه كتاب سيرة احمد ابن طولون واكتب ابن الداية المكافأة الاخر المهم ان الرجعل ابن مصلح هو في السجن فلاقي رجلا مسجونا منفردا منقطعا للعبادة لا يسألوا احد احدا شيئا والبقية المساجين بقى يعودوا بقى يبعثوا طلب شفاعات ووساطات لكن الرجل ده منهمك في العبادة لا يلتفت الى احد فاثار انتباه ابن مصلح فقال له انت لي لا تتلهف على الوساطات حتى تخرج فاكتفى بان شكر له ودعا له فازداد ابن مصلح حرصا على مساعدته وتحين فرصة فاختلى به وقال له لو يجوز اطلاقه سراحك بغير اذن لفعلت يعني لو انا في ايدي ان انا اطلعك حامل لكن اذا اردتني ان اتشفع فيك لفعلت لو انت عايز ان اتشفع فيك فانا ممكن فالرجل قال له ما تقدروا على ذلك ولا يستطيع التشفع في في عند ابن طلون الا ابو طالب الخليج رئيس الشرطة ولو اطلقت سراحي وقابلته لرجوت تسهيل امري يعني قال لي مش حد يقدر يتشفع فيه عند احمد ابن طلون الامير احمد ابن طلون الا رئيس الشرطة نفسه فعشان يتشفع فيه رئيس الشرطة لابد انا اروح بنفسي وقابله طبعا اروح بنفسه وقابله ازاي وانا في السجن فقال ابن مصلح انا اخاطر باطلاق سراحك على ان تعطيني العهودة والمواثيق انك لا ستعود للسجن ولا تهرب فقال له السجن اذا كنت تشك في صدقي ووفائي فلا حاجة لك باخراجي وفي الاخر بقى وافقه ابن مصلح واخرجه من السجن مقابل وعد شفاهي بان يعود بعد ثلاثة ايام ان يخرج ليلة الجمعة ويعود ليلة الاثنين وفوج ابن مصلح وهو يفتح باب السجن صباح السبت يعني قبل المعاد بوجود ذلك السجن امام الباب قبل موعد مجيئه فادخلوا السجن متعجبا فلما دخل السجن غرفته سجد لله شكرا وحمد الله وطبع ابن مصلح كان اكثر واحد مبسوط ان الموضوع فات على خير السجن اخبر ابن مصلح عن السبب في عودته مبكرا فقد اتصل برئيس الشرطة ابي طالب الخليج وطلب ان يتوسط له ابن الخليج عند الامير احمد ابن طلون لاطلاق صراحه ووافق ابو طالب ودخل على ابن طلون وكلمه في اطلاق صراحه ولكن ابن طلون كان في لحظة ضيق وغضب فتذكر جريمة السجين وتذكر انه لابد من عقوبته وقتله وفي غمرة غضبه حدد ابن طلون يوم السبت لتنفيذ العقوبة يعني السجين عرف انه هو بره ان ابن طلون اخذ قرار انه لازم يقتله يوم السبت لم يهرب وانما ذهب او عاد الى السجن تنفيذا لكلمة الشرف فرجع ابو طالب الخليج بالخبر السيء لصاحبنا فلم لو سيين يعني لما عرف فلم ينم ليلتها خوفا على مصير ابن مصلح الذي اطلقه من السجن سرا ومنذ الصباح الباكر جاء الى السجن اللي يدخله حتى لا تقع العقوبة على ابن مصلح وحتى يفي بوعده ولا يخيب ولا يخيب ظن ابن مصلح فيه وسيد ابن مصلح لله شكرا وامتلأ تقديرا للرجل الشريف وما ان مرت ساعات حتى حضر الجنود فاخذ الرجل الى ابن طلون ومجلسه وفي المجلس الذي حضره ابن مصلح عارف ابن مصلح بقف وكان قاعد ان جريمة الرجل كانت في قيادته ثورة في الاسكندرية لم يتم ملاع النجاح ومن اجل هذا كان صاحبنا ابن طلون مصمم لما فكروا بيه لكن لازم اقتله فلما جئ به امام ابن طلون فالرجل قدم اعتذاره لابن طلون بافصح بيانه فقبل ابن طلون اعتذاره وعفى عنه وبعدين ابن مصلح لم يجرؤ على اخبار احمل طلون بقصته مع الرجل واكتفى بان كتم اسمه وبان الرجل اصبح من اخلص اصدقائه ولذا خلت تلك الرواية من اسم ذلك البطل الذي ثار على احمل طلون في الاسكندرية والذي دخل السجن ثم خرج منه بعفو من الامير احمد طلون شكرا احباتي وعليكم السلام شكرا